مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للطورة المصرية 25 يناير 2011 وهذه الحلقة الثانية عشرة ونتناول فيها تولي الرئيس مرسي رئاسة الجمهورية كأول رئيس منتخب لمصر او يختاره الشعب المصري منذ مؤتين عام منذ عهد محمد علي كنا وصلنا في الحلقة السابقة الى انه اجريت الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة وتقرر وحصل الرئيس مرسي على 26% من الاسوات المركز الاول اما احمد شفيق وهو كان لواء سابق بالجيش وقائد القوات الجوية واخر رئيس الوزراء لعهد مبارك وكان يعبر عن الحزب الوطني والكنيسة والعلمانيين فحل في المركز الثاني وحصل على 25% من الاسوات واصبحت الاعادة بينهما هنا تقهرب الجو في مصر كله لان احمد شفيق في ذلك الوقت قال اذا فزت سوف اقوم بانزال مدرعات الجيش الى ميدان التحرير واطلق الرصاص على المعتصمين او المتظاهرين في ميدان التحرير وهذه التصريحات التي كان قالها احمد شفيق في وقت سابق اوجدت كم كبير جدا من الخوف الذي جرى هنا انه اصبح هناك مرشحان احدهم مجهول للشعب اللي هو الدكتور محمد مرسي لانه في ذلك الوقت الدكتور محمد مرسي نزل الانتخابات قبل اجرائها بثلاثة اسابيع فقط لم يكن احد يعرفه في مصر وكان مجرد السيرة الذاتية له انه هو عضو البرلمان عن دائرة الزقازيق سابقا منذ ست سنوات مضت وفي المقابل احمد شفيق كان معروفا فكانت الصورة التي تروجها القنوات التلفزيونية والكتاب والصحفين يكتبون في الصحف على انجازات احمد شفيق وذهبنا الى مطار القاهرة وهجهة مشرفة لمصر حبادة لو جعل مصر كلها كده وشاء من هذا القبيل لدرجة ان الهام شهين طلعت في التلفزيون المماثلة هذه وقالت انه دخلت الحمامات في المطار وجدتها نظيفة جدا ومشرفة بايه بمنظر مصر طبعا في تركيا اردوغان عمل 7000 مطار في تركيا ورغم ذلك حتى الشعب التركي بينتخف بـ 51 و 52% فكان لهدم هذه الصورة يجب ان نرى هل فيه فعلا هذه المسألة حقيقية له انجاز في المطار ام لا وانجاز صغير حتى لو كان موجوب فذهبت الى رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب وكان من الاخوان المسلمين كان مهندس وفيش دعوه اسمه ربما يكون في الدق تقول اباش مهندس ماذا كتب تقرير جهاز المركزي للمحاسبات عن وجود فساد من عدمه في مطار القاهرة الجديد فقالي لم اقرأ التقارير تخيلوا ان لجنة النقل وعندها تقارير فساد بتاع المطار اللي هو او بتاع وزارة الطيران اللي هو الموزير الطيران بنافس الان مرشع لقائل المسلمين ولم يقرأ التقارير امركم المسألة الاسف العقلية التي كانت تدير الاخوان المسلمين هي عقلية حركية يعني هنحشد الناس الانتخابات لكن الجانب الاعلامي الجانب السياسي الجانب القانوني كل ده في الضياح خالص فقلت له لا لابد تطلع التقارير دي وتطرحها في مجلس الشعب فقال ليه نحن الآن في انتخابات رئاسة وسيفهم ان مجلس الشعب دخل طرف في الصراع السياسي في البلد هذا الذي جرى فقلت له اعطني التقارير فقال لي لا التقارير السرية قلت له لا طب اخذها صورها وانا لا عرفك ولا شفتك ولا شيء من هذا القبيل فاوافق فاخذتها صورتها كان في باكة تصوير في دكان بجوار السفارة التركية فصورت التقارير واعدتها اليه هم قرأت التقارير وصورت اكثر من نسخة ووزعتها على نواب مجلس الشعب من غير الاخوان المسلمين الذين اقصق فيهم انهم متحدثين جيدين ومؤيدين للدكتور محمد مرسي وبالفعل خرجوا في الفضائيات والتلفزيونات وكذا شرح احمد شفيق والفساد الموجود في المطار وفساد وزارة الطيران واتضح كمان انه الشركات الطيران الامريكية او هيئة الطيران الامريكية رفض استخدام المدرجات اللي احمد شفيق عملها لانها خطر على الطائرات خلال هبوطها واتضح فيه فساد كبير جدا والمهم اشتغلنا في الاعلام على هذا الامر وكان فيه نائب من حزب النور السلفي ده صديقي يعني لا داعي لذكر اسمه ايضا اعطيته التقارير وقدم طلب احاطه وتحدث ردتك مع الدكتور سعد الكاتات رئيس مجلس الشعب ان يسمح له ان يتكلم لانه كان مش عاوز يتكلم في كان ممكن يعني الدور ياخد وقت طول جدا فاعطه الكلمة والتلفزيونات صورت ونقلت الكلام واصبحت الدنيا ثم قلتون روح قد انبلغ للنائب العام الراجل قد انبلغ للنائب العام المهم اصبح انه احمد شفيق فيه فساد وحرامي وكلام من هذا القبيل فيه رواية مضادة للرواية انه عمل انجازات وشيء من هذا القبيل بعد ذلك كما قلنا انه شخصية الرئيس مرسي وشعبية الاخوان المسلمين لم تكن كافية لحمله للرئاسة كان لابد من اجتزاب الكتلة السائلة للكتلة التي لا تعد لا اسلاميين ولا علمانيين ولا فلول ولا تبع الكنيسة هذه الكتلة كتلة حمدين صباح تقريبا 5 ملايين صوت او 4 ملايين صوت هي 20% من الناخبين الذين انتخبوا حمدين صباحي في الحقيقة انه ادارة الاعلام في الاخوان المسلمين ولا اعرف من كان المسؤول عنها في ذلك الوقت اتخذت خطة الناجحة قامت على قاعدة جوستاف لوبون عالمي الاجتماعي الفرنسي وهي اذا اردت ان تسيطر على الجماهير خوفها فاخذوا وزعونا منشورات يذكرون بان احمد شفيق سوف يعيد انتاج نظام مبارك نظام السرطان الشعب المصري عنده سرطان غليوته حتى الاطفال عندهم سرطان بسبب المبيدات المسرطانة التي كان يستوردها من اسرائيل وكذا الفشل الكلوي فيروسي والامراض والفقر والتعذيب والقتل وكذا فاشتغلوا حملة قوية جدا من باب التخويف لا تنتخبوا احمد شفيق طبعا الكنيسة والطيار العلماني خاضوا حملة اعلامية شارسة ايضا التخويف وهي انه اذا انتخبتم الاخوان المسلمين لن يكون هناك سياحة في مصر هيلبسوا الستات الحجاب الستات اصلا محجبات المهم كان هناك تخويف من الطرفين انتهى الامر الى اجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة فاز الرئيس مرسي بواحد وخمسين ونص في المية واحمد شفيق حصل على تمانية واربعين في المية وتمانية واربعين في المية لكن لو قلنا للناس او للشعب انه الرئيس مرسي فاز او وصل الحكم عن طريق الانتخابات نكون قد خدعناهم وكذبنا عليهم لانه الانتخابات لم تكن كافية لاصال الرئيس مرسي للحكم رغم انه فاز وهي يعني مولطار اسلامي فاز في الجزائر والعسكر عمل انقلاب واضطار اسلامي فاز في تونس وقال له تنزل بالحكم ولا نعمل عليكم انقلاب وهكذا وفي غزة وغيرها يعني فالنمادك الكثيرة انه الانتخابات اصلا لا تحمل احدا للحكم دي قاعدة مهمة جدا مهم ليلة الفرز ما الذي جرى في ليلة الفرز قنوات الفضائية مهمة هنا انحلل في هذه الليلة ماذا جرى في هذا الامر نفاجأ ان في قناة واحدة اللي هي قناة الجزيرة كان بترصد الفرز كما يأتي من اللجان بالضبط وانتهت الى ان محمد مرسي هو الذي فاز يعني صباح الفرز طول الليلة شغال في الصباح جاءت الجزيرة بتعلن ان محمد مرسي هو الذي حصل على واحد وخمسين ومصف في المئة من الاسواق باقي القنوات التلفزيونية كلها امتنعت عن اعلان فوز محمد مرسي رئيسة للجمهورية هذا مؤشر مهم انه العسكر في الداخل لانه القناة الفضائية اللي هي داخل ما استدبع بعد خرج له تصوير تسريف فيديو قال ان احنا عملنا اضرع في الاعلام فمعناها ان المخابرات الحربية والعسكر كانوا لا يريدون فوز محمد مرسي والجزيرة كجهة اعلامية خارجية لو تقن على وفاق مع المجلس العسكري في ذلك الوقت فهي اعلنت فوز الرئيس محمد مرسي او فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية وبينما الفرز خلاص واضح ان محمد مرسي هو الذي سيفوز لكن اللجنة الانتخابات لم تعلم فوزه اذ فوجئنا بالمجلس العسكري يصدر اعلانا دستوريا ينص على مضمونه يعني ان رئيس الجمهورية القادم هذا سيكون ترتور بلا اي صلاحيات اولا لا صلط له بالجيش الجيش يتبع المجلس العسكري اثنين اصدار القوانين والتشريعات السلطة التشريعات من اختصاص المجلس العسكري وغزارة المالية والموازنة من اختصاص المجلس العسكري فلم يتبقى لرئيس الجمهورية الجديد شيء لانه لا يستطيع ان يصرف مكافأة ضابط شرطة عمل مثلا مجهود او القى القبضة على بلتجه لا يستطيع ان يصرف له مكافأة انه لابد يرجع المجلس العسكري اي شيء لابد يرجع المجلس العسكري هيصبح رئيس الجمهورية شكلي انا في تصوري وليس لدي معلومات انه في خط ساخن كان مفتوح بين امريكا والمجلس العسكري في تلك الليلة فاعتقد ان الامريكان قالوا للمجلس العسكري اتركوا عملية الفرز تجري بنزاها لانه كان ممكن يطع النور او شيء من هذا القبيل اتركوا عملية الفرز تجري بنزاها فهنا طبعا معناها انه ايه ان يفوز مرسي فواضح ان الامريكان لم يمانعوا في فوز الرئيس مرسي بانتخابات الرئاسة فالعسكر من ناحيةهم اتخذوا اجراءات مضادة اللي هي اصدار الاعلان الدستوري المكمل اللي بهم جابها يصبح رئيس الجمهورية القادم ترطوره ولوش اي لازمة وربما انه صدر علاني الدستوري المكمل بالاتفاق مع الامريكان لست قادري بس واضح ان العسكر لم يزوروا في هذه الليلة او شيء من هذا القبيل بناء على تعليماته وامر الامريكان اتركوا الامر فاصبح انه حتى عندما يفوز محمد مرسي برئاس الجمهورية ويصبح رئيسا للجمهورية سيكون رئيس شكلي بسلملكة بريطانيا ليس في يد اي سلطات وانتخبتم واحد مدني وطلع خيبان وانتخبتم اسلامي وطلع فاشل وشبعتوا يلا وانشيلوا نرميه في الزبالة واي شيء ويباحنا نحكنا على الشعب وقدمتنا للشعب انتخبتم رئيسا وفاشل وانتوا ناس ما بتفهموش حاجة شعب احنا كعسكر سننتخب لكم الرئيس ما بين الفرز وانه النتاج الرسمية بفاوز الرئيس مرسي وما بين الاعلان الرسمي بفاوز الرئيس مرسي حقيقة لإخوان المسلمين والطيار الإسلامي بس في القلب لإخوان المسلمين عملوا احتصام حشق جدا في ميدان التحرير وفي كل العواصم المحافظات وكانت اللهجة للعسكر اما ان تعلنوا النتيجة الرسمية او هذه الجماهير والشعب سيخرجون اصدقوا فكان هناك تلويح باستخدام القوة هذا التلويح صادق ام كاذب او هم هددوا بذلك كانوا صادقين او جدين او لا هذا لا اعرفه لكن يبدو ان هذا التهديد باستخدام القوة ساهم في فوز الرئيس مرسي او مش في فوز في اعلان فعلا ان الرئيس مرسي فاز لانه كما قلنا هو فاز لكنهم رفضوا اعلان فوزه لمدة في النهاية اعلن فوز الرئيس مرسي كرئيس للجمهورية من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وكان يوما عظيما يعني مشاعر الفرح انا شخصيا كنت اعتقد ان مصر تحررت وكده وصلنا براي الامان ومصر ستصير في في الطريق السليم هارت مسألة شكلية اين سيؤدي رئيس مرسي او رئيس الجمهورية محمد مرسي اليمين الدستوري الوفقا للدستور او الاعلان الدستوري ما قبل يعني دستور 1971 ان رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب ومجلس الشعب كان منحل او العسكر حلول من خلال المحكمة الدستورية باعتبره ممثل للشعب فالرئيس الجمهورية بيقسم اليمين امام نواب الشعب فالمجلس العسكر لما طلع الان الدستور المكمل اللي هو خلال عملية الفرز نفسها قال يقسم اليمين امام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية سنخص له حلقة لكن سمعتها في ذلك الوقت ان هي مزورة وان هي ضد الشعب وضد الاراضة الشعبية فكان هناك من يقول محمد مرسى والرئيس مرسي إياك أن تذهب لمحكامة دستورية وحلف اليمين في ميدان التحرير طبعا لو حلف اليمين في ميدان التحرير ماذا سيحدث يبقى في هذه الحالة لن يستلم المنصب رئيس الجمهورية لو مش وراء هذه الرعونة حقيقة من كان مسؤول من الإخواني المسلمين ابتقر حال لهذه المسألة الشكلية ما هي مشعف اليمين فيه المهم يتولى الرئيس الجمهورية فقام الرئيس مرسي بحلف اليمين اليمين كرئيس الجمهورية ثلاث مرات المرة الأولى في ميدان التحرير في خطاب جماهيري في ميدان التحرير والمرة الثانية ذهب إلى ثم بعد ذلك ذهب إلى المحكمة الدستورية وألقى اليمين الدستورية بحيث يتولى منصبه كرئيس الجمهورية ثم بعد ذلك ذهب إلى جامعة القيارة كان عاملين احتفال ودعا أعضاء مجلس الشعب حضروا هذا الاحتفال وألقى اليمين الدستورية أمامهم للمرة الثالثة فيعتبر محمد مرسي كان متجوز ثلاثة أو متجوز أكثر من طرح فهو أرضى الشعب حلف اليمين قدام الشعب وأمام نواب الشعب وأرضى العسكر بأن حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية في نفس اليوم أعتقد ده كان يوم تلاتين ستة الفين واثناشر كان العسكر المجلس العسكري عاملين احتفال ضخم بمناسبة تولي الرئيس الجمهورية الجديد وأننا كان عسكر أمناء وسلمنا الحكم فعملوا احتفال ضخم جدا والرئيس مرسواف وبعدين جيه المشير طنطوي اللي هو يزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت وأدى التحية العسكرية لرئيسه الكمهورية ونحن كناس مغفلين وسزج وجاهلة ظلالنا نحلل أنه هل سيؤدي التحية للرئيس مرسي أم لا لأنه في ذلك الوقت ستين سنة ربينا أنه العسكري أعلى من الشعب العبيد دول ولا يمكن أن يؤدي التحية لمن؟ للمدنيين من المدين ناس الحقيرة الهاب للعبيد دول الجاهلة فلما أدى التحية كتبت المقالات وإحنا قلنا خلاص العسكر يمتقلوا وفي احترام للرئيس المدني وطبعا مسألة شكلية تفهى كون أن العسكرين يقولونها أهمية هذا معناه أنهم جاهلة وكون أننا كمدينة نشغل بهذا المسألة نعناها أننا جاهلة هذا كان الجاهل المستشرف في مصر حتى بين أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والصحفيين وعملت المؤهلات العليا الرئيس مرسي أصبح رئيسا للجمهورية ودخل القصر الجمهوري أول مشكلة قابلته هي طلب المخابرات المخابرات كانت في كل القنوات التلفزيونية إحنا هنعيال لك يا مرسي المستشارين بتوعك واشتغلوا إحنا عاوزين هيئة استشارية للأسات الجمهورية يشارك فيها كل أطياف الشعب ويكونوا متوافقين ومقبولين يعني ما تجبهمش من الناس زينة تصق فيه ومالهاتهم منين فنجد أنه لما نركز في الذين جرى تعيينهم مستشاري للرئيس الجمهورية كانوا عشرة خمسة الرئيس المرسي اختارهم بمعرفته وهؤلاء بعد الانقلاب العسكري بعد دخلهم بالحق دخلوا معه السجن أما الخمسة الذين اختارهم من التلفزيون فسنقلبون عليه ويخلونه فيما بعد وهذا ما نأتي له سنسميه انقلاب المستشاري أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وانتظرونا في حلقة الغد والانقلاب الأول الذي قام به الرئيس مرسي أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وأرجو من حضرتكم والاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر ومن يرى في التواصل معي رابع الصفحات على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته